اقتل واقصف ودمر واحتمي بمحاربة الارهاب ذاك نهج الامارات في اليمن وتلك رايتها لم تترك الامارات وسيلة الا واشترحتها في مواجهة الجيش الوطني واضعاف الشرعية منذ بدء تدخلها العسكري في اليمن فمن الاستهداف المباشر الى صناعة المؤامرات مسيرة دموية مدوية في ابو ظبي تحول دراماتيكي في مسار الحرب ضد الجيش فهذا وزير الدفاع محسن الداعري يوقع مع وزير عدل الامارات اتفاقيات امنية في مجال التعاون العسكري والامني وبينها محاربة الارهاب ضع عشرين خطا تحت محاربة الارهاب واستعد ذاكرة الاحداث تلك هي الامارات نفسها التي استأجرت عشرات المرتزقة الاجانب لقتل سياسيين وخطباء وشخصيات اجتماعية في عدن وغيرها من المدن وذاك هو سلاحها الجوي الذي قصف الجيش في منطقة العلم واسقط عشرات الشهداء والجرحى في اكبر مجزرة يتعرض لها الجيش وقبل ان تجف دماء الضحايا سارعت ابو ظبي بتصريح سرعان ما سيتحول فيما بعد الى استراتيجية اكثر وضوحا في حربها ضد الجيش لقد كان هجوما جويا على الارهابيين والارهابيون هنا جنود وضباط في مؤسسة عسكرية لبلد يفترض انك مددت له يد العون لكنك فتحت في جدار ازمته سيولا من اشلاء ودماء لم تجد محاولات تفكيك الجيش واضعاف الشرعية فقفزت الامارات خطوات الى الامام لتحشر جيوش المرتزقة وتفرخ عدة مليشيات مطيحة بشراكة سعودية بشرعية الرئيس هادي في مصطلح عليه بعدها بمجلس القيادة ومجلس القيادة ليس الا اداة جديدة سيطرت عبرها الرياض وابو ظبيع للقرار اليمني بشكل كامل وبدأت مسارات جديدة في حربها ضد اليمن وهي تحاول انهاء ما بدأته تحت ذريعة محاربة الارهاب لكن من بوابة رسمية هذه المرة فكيف يكافح الارهاب من يصنعه ويرعى تحركاته في كل شبر باليمن